اشتركوا في القناة مخالفة او اشتكى عليه مما يؤدي الى اعطاء اشعار من قبل اليوتيوب وعلما بان اليوتيوب اذا انت حققت ثلاث مخالفات على طول رح تتسكر غناتك للابد اذا انت سويت ثلاث مخالفات رح تتسكر قناتك للابد وما رح تقدر تسوي اي شي خصوصا الناس اللي عندهم حقوق او اللي عندهم فيديوهات قابلة لنشر الاعلانات ومدخول مادي من قبل قناة اليوتيوب فاول شي رح علمكم الطريقة الاولى انت شون تعرف الفيديو ما للمقابلك هل هو بفلوس ولا لا والطريقة الثانية رح علمك شون انت تسوي فيديوهاتك لها حقوق وفيديوهاتك ممكن اعادة استخدامها اول شي ندخل على اليوتيوب هذه صفحة يوتيوب عادية طبعا هذه المعلومات او هذه الخطوات احنا نسويها على الكمبيوتر ما رح تسير على التليفون برنامج اليوتيوب على التليفون ما رح يسوي لك هذه الادوات احنا نسويها على الكمبيوتر على سطح المكتب على اللابتوب يفضل هذه الطريقة برنامج اليوتيوب ما يقدي لك هذه الامور اللي على التليفون مثلا انا ابي ابحث عن موضوع معين كيتو دايت مثلا ابي ابحث عن فيديوهات معينة وابي اشوف الفيديوهات اللي ممكن انا استخدمها فاختار الكلمة وابحث رح يعطيني مجموعة كبيرة من الفيديوهات هل لي الحق اني استخدمها ولا لا اشلون اعرف اني اقدر استخدمها ولا لا رح اصعد فوق هني رح القى هذه العلامة ولقى كلمة فلترة في هذا المكان رح القى كلمة فلترة اضغط عليها رح القى تحت هني ترخيص كرياتيف كومونز كرياتيف كومونز هذه معناته ان ابي اللي ممكن اعادة استخدامها الفيديوهات المرخصة الفيديوهات اللي ما عليها حقوق اضغط عليها رح يختصر لي طبعا اختصر لي فيديوهات حدف اللي عليها حقوق وهذه الفيديوهات ما عليها اي حقوق وانا اقدر استخدمها مثلا ندخل على هذا الفيديو نفتح عليه رح اوريكم طريقة ثانية اللي تثبت ان هذا الفيديو ممكن اعادة استخدامه ونقدر ننزله احنا عندنا ونقدر نحطه في قناتنا ندخل على هذا الفيديو مثلا خليه سايلنت عشان لا يطلع الصوت يزعجنا عرض المزيد ندخل عليها شوف هذا الوصف الفيديو من تحت معطيك الترخيص ترخيص creative command attribution يسمح باعادة الاستخدام حاط لنا هنا يسمح باعادة الاستخدام فهذا الشخص اللي يتزاخر سمح لنا ان احنا نعيد بهذه الطريقة احنا عرفنا شلون نسوي ناخذ الفيديو اللي ما عليه حقوق ونعيد استخدامه هذه الطريقة الاولى الطريقة السهلة الطريقة معرفة فيديو المقابل طيب انا شلون اسوي فيديواتي عليها حقوق ادخل على استوديو منشئين محتوى قناتي على اليوتيوب واروح انزل على المحتوى مثلا ادخل على المحتوى هذه الطريقة الاولى اذا ابي اسوي فيديو معين علي حقوق معينة وما بي انه ينتشر او ما بي ان احد يستخدمه ما بي ما اسمح عادة استخدام فادخل على الفيديو مثلا اضغط على القلمة والتفاصيل اضغط علي راح يفتح لي الفيديو مالي التفاصيل الفيديو مالي فلما يفتح معاي راح انزل وهي allí تحت راح القع عرض المزيد من الخيارات نفتح عليها نما نلقع عرض المزيد من الخيارات نفتح عليها وننزل وهي تحت راح اشوف يعطيني هني خيار الترخيص والتوزيع الترخيص طبعا يوتيوب العادي لو اضغط عليها شوفوا راح يعطيني خيارين الحين ايوة الخيار الاول ترخيص يوتيوب العادي اي بمعنى لا اسمح باستخدام فيديواتي غير مسموح استخدام فيديواتي الخيار الثاني اللي اسمح كرياتيف كومون اللي هو يسمح من هذه الخانة أنا أقدر أخلي الفيديو مالي أقدر أسمح أن أي حد يبي يستخدم الفيديو مالي ولا لا هذا الخيار أو الخيار الثاني واحد من الخيارين أنا أقدر أستخدمهم وأقدر أخلي هذا الفيديو مالي من هنا أقدر أخلي يسمح باستخدامه أو ما يسمح طبعا الخانة الثانية التوزيع تبي أنت توفر على كل المنصات ولا تبي على المنصات فقط اللي تدخل لك فلوس أنت تقدر تختار من هذا المكان هذه الخانة هذه الطريقة نقدر نختار فيها كيف نختار نحن نسوي حقوق لفيديو واحد فقط ولكن أنا أبي أسوي كل فيديواتي وأبي كل مرة كل ما نزل فيديو ألقى الخيارات موجودة ندخل على مرة ثانية استوديو منشئ المحتوى وننزل تحت على كلمة الإعدادات كلمة الإعدادات نفتح عليها الإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوات هذه الخطوة نحن نسويها لمرة واحدة فقط ورح تطبق على كل فيديواتنا اللي راح ننزلها بالمستقبل مو اللي نزلناها من قبل اللي راح ننزلها بالمستقبل بعد ما دخلنا على الإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوات ندخل على الإعدادات المتقدمة نفتح عليها بعد ما نفتح على الإعدادات المتقدمة راح يعطينا الترخيص ونختار الترخيص اللي إحنا نبيه ونحط الترخيص هل هو تبي انت كومون ولا تبي عادي تبي بحقوق ولا بدون حقوق بهالطريقة انت راح تضمن ان فيديواتك اللي حاب انها ما تستخدم او ما تستخدم بهذه الطريقة والطريقة الاولى اللي شرحتها لكم راح تجنبكم كثير من المشاكل ما راح تدخلون في مشاكل ما راح تدخلون في استخدام حقوق الغير عشان لا تتوجه لكم مخالفات وراح تتسكر قناتكم اذا حققت ثلاث مخالفات فتأكد انت راح تتسكر قناتك للابد وما راح ترجع وما راح تقدر تستخدمها وما راح تقدر تفتحها بايميلك اللي انت فتحت فيها القناة مالتك بهالطريقة راح تخسر ممكن عندك متابعين ممكن عندك عمل من قبل انت منزلها كلها راح يضيع عليك وكلها راح تخسرها فانصحكم لا تنزلون اي فيديو عليه حقوق في قناتكم استأذنوا من الناس بالاول خلوا الناس يسمحوا لكم انكم تستخدمون فيديوهاتهم بترخيص منهم او بمنشن لهم حتى لا تتعرضون لمخالفات ويؤدي الى تسكير قناتكم هذا مختصر حبيت اشرح لكم عن حقوق الطبع في اليوتيوب فاذا كنتوا مهتمين وفاتكم هذا الفيديو فلا تنسون اللايك والتعليق ومنشنوا لاصدقائكم ممكن لا يقعون في هذا الخطأ علشان يستفادون من هذا الخطأ والله يعطيكم الصحة والعافية اخوكم فتاح الراشد ترجمة نانسي قنقر